السلام عليكم ورحمة الله عملاءنا الكرام معانا اليوم احدث جهاز لكشف المياه الجوفية والابار طبعا هو جهاز اوميغا من مصنع جاكس تكنولوجي العالمي طبعا الجهاز صناعة حديثة تواصلنا من امريكا حبينا نصور لكم هذا الفيديو ونعرضه امامكم ونتعرف على جميع اجزاء الجهاز طبعا مكونات الجهاز قطع الجهاز بالاضافة الى خصائص ومكونات الجهاز الداخلية راح نتعرف مع بعض على جميع هذه الامور واخر شيء ان شاء الله راح نقدم لكم فيديو تجريبي في الخارج على هذا الجهاز نتعرف فيه على مدى دقة وقوة هذا الجهاز خلوكم معانا تابعونا الاخير حياكم الله الآن قمنا باخراج حقيبة الجهاز من الكرتونة الخاصة في الجهاز طبعا راح نستعرض مع بعض اول شيء قطع الجهاز الاساسية اول شيء راح نبطل هذه الشنطة طبعا عندي فيه الجهاز الوحدة الرئيسية للجهاز بالاضافة الى جميع المكونات نتعرف ايضا على هذا الظرف اللي يجمع الجهاز طبعا المكون من السيدي التعليمي الخاص في الجهاز بالاضافة ل اليوزر منول كتاب الاستخدام الخاص بالجهاز بالاضافة الى كرت الضمان لمدة عامين الآن قمنا باخراج جميع قطع ومكونات الجهاز وضعناها على هذه الطاولة عشان نستعرضها مع بعض من خلال هذا الفيديو راح نبدأ بالشرح عن هذه المكونات والقطع اول شيء عندي طبعا الوحدة الرئيسية للجهاز طبعا الوحدة الرئيسية للجهاز هذه طبعا تتألف من او بعض مكونات شاشة الجهاز الكريستالية ايضا بالاضافة الى ازرار او سويتشات الجهاز بالاضافة الى مقبض الجهاز واللي يحتوي على البطارية طبعا في هذا المكان طبعا ايضا عندي مدخل الشاحن بالاضافة الى مدخل السماعات راح نستعرض ايضا هوائي الاستقطاب العالي هذا خاص بالنظام الاستشعاري الكشف بعيد المدى عندي ايضا المستشعرات الهوائية عدد اثنين بالاضافة للمجسات الارضية الخاصة من نظام الجوفزيائي بالاضافة ايضا للبكرات التوصيل عدد اربعة خاصة ايضا بالنظام الكشف الجوفزيائي طبعا هي عبارة عن الكابلات اللي المدهمة بين المجسات الارضية لنزرعها في الارض الى الجهاز لا ننسى ايضا نستعرض معاكم شواحن الجهاز عندي شاحن المنزل شاحن رقم اثنين شاحن السيارة بالاضافة الى سماعات الجهاز جهاز اوميغا يعمل بعدة انظمة جهاز اوميغا يعمل بنظام الكشف التلقائي بعيد المدى ايضا بالاضافة الى نظام الكشف اليدوي بعيد المدى بالاضافة واخيرا الى النظام الجوفزيائي الخاص بالجهاز يعني الجهاز يتألف من ثلاث انظمة عمل الان راح نبدأ بتركيب اول شي نظام الكشف الاستشعاري الخاص بنظام الكشف التلقائي وبنظام الكشف اليدوي طبعا التركيب سهل جدا راح نمسك هواء الاستقطاب العالي بهذا الشكل ونوصله في الجهاز في هذا المكان بعد ذلك راح نركب الرادارات الهوائية الخاصة بالجهاز الرادار الاول بالاضافة للرادار الثاني يوجد عندي طبعا فيه الجهاز السماعات الصوتية بامكاني استخدم السماعات اليدفون في حال ما حبيت تكون الصوت خارجي فقط المستخدم نفسه هو اللي يسمع طبعا طريقة الاستخدام راح تكون بمسك الجهاز بزاوية 90 درجة وفتح هذا الرادار هذا الرادارات بهذا الشكل راح نستعرض معكم الآن تشغيل الجهاز وبرامج الجهاز الداخلية وفي نهاية الفيديو ترقبوا تجربة خارجية على هذا الجهاز فضلوا معنا السلام عليكم الآن بعد ما قمنا بتركيب القطع الخاصة بالنظام الاستشعاري بعيد المدى في جهاز اوميغا راح نبدأ بتشغيل الجهاز والتعرف على برامج او انظمة الجهاز التشغيلية بالاضافة الى اعدادات الجهاز الرئيسية اول شيء نضغط على زر التشغيل لمدة ثلاث ثواني راح الجهاز يظهر لي شعار الشركة المصنعة بعد ذلك اسم الجهاز جهاز اوميغا انتظر على الجهاز ثواني حتى يبدأ بالتحميل راح ينقني بعد ذلك الجهاز الى انظمة الجهاز التشغيلية طبعا عندي اول شيء نظام الجوفيزيكل نظام الجوفيزيائي نظام المنول سيرش نظام الكشف الاستشعاري المنول ايضا نظام الاوتو سيرش نظام الكشف الاستشعاري بعيد المدى الاوتو سيرش عندي ايضا اعدادات الجهاز راح نتعرف ايضا على اعدادات الجهاز اول شيء عندي اللغات طبعا متوفر عندي بهذا الجهاز أكثر من ثمان لغات من بينها الإنجليزية الفرنسية الألمانية موجود أيضا عندي اللغات العربية ممكن أن أختار اللغة العربية بهذا الشكل راح الآن تتحمل جميع الأمور في الجهاز إلى اللغة العربية لكن أنا راح رجع الجهاز للغة الإنجليزية لأن هذا الفيديو نفسه اللي قاعدين نصوره ممكن يترجم للغات أخرى راح نختار اللغة الإنجليزية بعد ذلك ننتقل إلى الوقت والتاريخ في الجهاز الجهاز يظهر لك أنه تاريخ اليوم هو عشرة تسعة الفين وتسعة عشر عندك الوقت الساعة السابعة وثمان دقائق مساء أيضا عندي نظام الإضاءة في الجهاز ممكن أخفض الإضاءة ممكن أعلي الإضاءة الأعلى شي أيضا عندي نظام نظام توفير الطاقة بالإضافة إلى نظام الصوت عندي في الجهاز طبعا نظام الصوت ممكن إذا ضغط بهالشكل سوينا كتم للصوت بهالشكل نظام احتزاز فقط لا غير الحين الجهاز صار عندي على وضعية الصوت بالإضافة إلى الاحتزاز طبعا الجهاز موجود فيه خاصية الاحتزاز وحين احنا خليناه صوت بالإضافة إلى احتزاز ثاني شي عندي الكيتون أزرار الجهاز ممكن أخفض الصوت حقها أو أخفضه ممكن أخفض الصوت أو أعليه عندي نظام الصوت الكشف ممكن أنا أعليه بعد أو أخفضه هذا الشي يرجع إلى حسب المستخدم نفسه ننتقل بعد ذلك إلى الباور مود في الجهاز الجهاز طبعا الآن موضوع على نظام البطارية العادي اللي هو نظام غير توفيري ممكن أنا أخليه على نظام الباور سيفينغ رح أول ما نضغط على الباور سيفينغ رح نشوف شاشة الجهاز فورا انخفضت إضاءته علشان الجهاز يشتغل معانا عدد ساعات أكثر أو ممكن أنا أستخدم النظام التوفير العادي اللي الآن الجهاز أساسا مثبت عليه ممكن أستخدم باور سيفينغ أو نظام الثاني طبعا الجهاز الآن يظهر لي أن نسبة البطارية موجودة عندي 81% الباتري في حق الجهاز معبأ بنسبة 81% أيضا عندي في الجهاز معلومات الجهاز device version software الجهاز موديل الجهاز بالإضافة لعدد الدقائق أو الساعات أو الأيام اللي يشتغلها الجهاز طبعا الحين الجهاز هذا جهاز جديد تونا مطلعين من الحقيبة الخاصة فيه مشتغل من قبل 3 دقائق فقط لا غير 3 منتس مثل ما شايفين في هذا المكان طبعا لو كان عدد تشغيل في الساعات راح يظهر عندي في الساعات أيضا لو كان عدد تشغيل شهر كامل راح الجهاز يظهر لي هذا المدة هنا في الساعات موجودة في هذا المكان طبعا أيضا عندي في الجهاز نظام security ممكن أنا خلي رمز بن للجهاز عشان ما أحد يقدر يشغل الجهاز إطلاقا إلا صاحب هذا الجهاز ممكن خصص رمز بن عند تشغيل الجهاز راح يطلب منك إدخال هذا الرمز عشان يفتح معاك الجهاز بالإضافة لي ريسيت كلير ممري ممكن أمسح الصور المخزنة ريسيت سيتينج أرجع الجهاز إلى عددات الأصلية فاكتوري ريسيت اللي هي ريسيت نفسه ريسيت سيتينج بالإضافة لكلير ممري يعني عندما الضغط على ريسيت راح الجهاز يمسح للصور المخزنة بإضافة أنه راح يرجع لإعدادات الأصلية طبعاً رجوع للخلف راح نبدأ الآن بالشرح عن نظام الأوتو سيرش نظام الأوتو سيرش نضغط على زر أوكي طبعاً نظام الأوتو سيرش خلينا نتعرف الأول عن نظام الأوتو سيرش نظام الأوتو سيرش هو نظام الكشف الاستشعاري بعيد المدى ولكن هذا النظام حديث جداً موجود الآن فقط في جهاز هذا النظام يساعد المستخدم على الكشف عن المياه من مسافات بعيدة بدون الحاجة للمشي إطلاقاً فقط يوقف المستخدم في نقطة معينة يمسك الجهاز بشكل متوازن بزاوية 90 درجة بعد ذلك الجهاز راح يبدأ بالمسح من خلال تعبئة هذه المربعات الموجودة عندي في الأسفل إذا اكتملت راح الجهاز يعطيني النتيجة عندي على الشاشة طبعاً نضغط على زر ستارت الجهاز يبدأ بالبحث وتبدأ هذه المربعات مثل ما تكلمنا بالاكتمال حتى الوصول للأخير بعد ذلك راح يعطيك النتيجة في الشاشة بعد ما يعطيني الجهاز النتيجة نضغط على زر الاوكي يعطيك الجهاز أيضاً مسافة بينك وبين هذا المياه تتبع المسار لين توصل إلى مكان المياه أيضاً يظهر لك على الشاشة طوقائياً عمق المياه أيضاً راح في الأخير يعطيك ريبورت على اكتشاف المياه المياه الموجودة عندي في المكان طبعاً الآن بعد ما انتهينا من الشرح على نظام الاوتو سيرج نيجي عندنا على المانول سيرج نضغط على زر اوكي في عندي خيارات الآن ممكن المستخدم نفسه هو يختار نوع المياه اللي يبيكشف عليها ممكن أنا أختار مياه فريش ووتر مياه عذبة أو مياه مالحة أو مياه معدنية طبعاً أفضلها المياه المعدنية ننزل الأسفل مسافة البحث ممكن أن أختار مية متر مدى أمامي أو متين أو ثلاثمية إلى أقصى شيء الفين ومتين وخمسين متر طبعاً مثل ما تكلمنا ممكن أنا أخلي المسافة الأمامية أقل ممكن أخليها مية متر أو ميتين متر حسب المنطقة اللي ترح تبحث فيها هل هي منطقة صغيرة أو كبيرة الآن نختار أقصى شيء الفين ومتين وخمسين متر العمق عندي أيضاً ممكن أن أختار من 10 إلى 500 متر كحد أقصى من 10 متر يعني أنا أخلي الجهاز من سطح الأرض لين 10 متر أو ممكن أخلي العمق أعلى من ذلك 20 متر أو 40 متر أو 60 متر إلى أقصى شيء 500 متر طبعاً في حال وضعنا العمق على 500 متر معناها أن الجهاز الآن يبدأ بالكش من سطح الأرض إلى 500 متر ننتقل إلى Start Search الجهاز يعطيك الخيارات التي حددتها يقول لك أنت اخترت مياه معدنية منيرا الوتر 2250 متر المسافة الأمامية العمق الأقصى 500 متر نضغط على زر OK يعطيك الجهاز مربع يبين لك مسكك الصحيح للجهاز يقول لك أنه يجب تمسك الجهاز على زاوية 90 درجة بهذا الشكل متوازن الجهاز مو طالع الأعلى ولا نازل للأسفل موافق نضغط على زر Start بالإضافة للمؤشر الموجود عندي فيه الوسط هذا المؤشر طبعا يتحرك معاك باتجاه صوب أو باتجاه مكان المياه يعني إذا أنا الآن مشيت وبدأت بالكشف اكتشفي الجهاز المياه راح تشوف أول شيء المؤشرات الموجودة عندي في الأمام الرادارات الهوائية عدد 2 تتوجه باتجاه المياه بالإضافة إلى أن المؤشر الموجود عندي في الوسط أيضا راح يبدأ بالمشي أو تحرك باتجاه نقطة المياه الآن المستخدم راح يبدأ بالمشي على نفس المسار اللي وجهك عليه الجهاز تبدأ بالمشي عند اقترابك قليلا من الهدف راح يشوف الجهاز يبدأ بإصدار تنبيهات صوتية تدلك على أنك أنت الآن باتجاه الصحيح باتجاه الكشف الصحيح بالإضافة أنه راح يعطيك مؤشر في اللون الأزرق راح يظهر عندك في هذا المكان أنك أنت الآن فعلا باتجاه الصحيح وتقطر باتجاه المياه تبدأ بالمشي باتجاه المياه إلى أن تصل عند المياه بعد قطعك المياه راح تشوف أن الرادارات الأمامية والرادار الموجودة عندي في الجهاز راح يبدأوا بالتحريك للوراء على أنك أنت قطعت مكان المياه طبعاً في نقطة مهمة أيضاً عند اكتشافك المياه وظهور التنبيهات الصوتية بالإضافة للتنبيهات المرئية تظهر عندي في هذا المكان مثل ما تكلم عن نقطة باللون الأزرق والمشي الآن أنت بدأت تمشي باتجاه المياه في حال أنك مشيت باتجاه خاطئ مثلاً باتجاه اليمين رح يكون في عندك سهم رح يظهر لك يعطيك علامة على أن الهدف أصبح على يسارك أنت الآن مشيت بشكل خاطئ عاود المشي بشكل صحيح ونفس الشي إذا تحركت إلى اليسار رح الجهاز يظهر لك سهم يقول لك أنت الآن باتجاه خاطئ عاود المشي إلى اليمين تكمل مشيك لينتصل إلى مكان المياه بعد قطلك للمياه رح يرجع عندك المؤشر للخلف أيضاً هذا المؤشر رح يبدأ الرجوع للخلف رح ينقطع الصوت هذا الدليل على أنك قطعت المكان المياه والمياه أصبحت خلفك تماماً طبعاً بعد الرجوع للكتلوج والفيديو التعليم وممكن تأخذ معلومات أكثر عشان تقدر تحصر مكان المياه بشكل صحيح لكن إحنا الآن قاعدين نقدم فقط شرح توضيحي بسيط على الجهاز لا ننسى أيضاً نشرح أنه فيه عندنا فيه الجهاز بوصلة موجودة عندي في هذا المكان أدن لك على اتجاه المياه أو عفواً على اتجاهات أو على الاتجاهات الأربعة طبعاً فيه عند أيضاً نقطة التخزين ممكن تخزن أي هدف أنت تكتشفه من خلال هذا الزر من خلال الضغط على زر أوكي بهذا الشكل انتهينا الآن من الشرح على النظام البحث اليدوي طبعاً وصلنا الآن للنظام الكشف الجوفيزيائي الموجود في الجهاز تكلمنا من قبل عن أن الجهاز يحتوي ثلاث أنظمة نظام الكشف الاستشعاري بعيد المدى اليدوي نظام الكشف الاستشعاري بعيد المدى الطلقاء الآن وصلنا إلى نظام الكشف الجوفيزيائي طبعاً نظام الكشف الجوفيزيائي هذه جميع قطع نظام الكشف الجوفيزيائي الوحدة الرئيسية للجهاز موصل الكهرباء أو موصل الكابلات الكهربائية بالإضافة إلى الكابلات الكهربائية الموجودة عندي عددها رقم أربعة طبعا الآن احنا قمنا بتوصيل هذه الكابلات بالجهاز بعد ذلك تتوصل هذه الكابلات الأربعة أو البكرات الأربعة على الأوتاد الأربعة الأوتاد الأربعة طبعا نقوم بزرعها على أربعة زوايا موجودة عندي في المكان بعد ذلك نشغل الجهاز ونبدأ بالكشف في الجهاز والتعرف إذا موجود عندي مياه في المنطقة أو لا رح نبدأ الآن بالشرح على نظام الكشف الجوفيزيائي نظام الجوفيزيكال نضغط على زر اوكي راح الجهاز يعطيك خيار اما البحث عن طريق المربع او طريق المستطيل او زرع الاوتاد بشكل طولي يعني ممكن انا ازرع الاوتاد المعدنية الموجودة عندي في الارض ازرعها على شكل مربع اثنين مقابل اثنين او ازرعها بشكل طولي اي تكون بجانب بعض تماما طبعا راح يكون في شرح لاحق بينكم ان شو الافضل او شو المميزات اللي ممكن تكون في هذا الاختيار او في هذا الاختيار الان انا راح اختار الطريقة المعتادة زرع الاوتاد بشكل مستطيل او بشكل مربع اضغط على زر اوكي اختيار نوع المياه هل تريد تكشف على المياه جميع نواع المياه او المياه العذبة او المالحة او المعدنية او كل المياه راح اختار جميع نواع المياه التوصيل الان الجهاز راح يبدأ بالكشف هل الاوتاد المعدنية متصلة في الارض بشكل صحيح او غير متصلة طبعا الاوتاد الان موجودة عندي على الطاولة فأكيد مو مزروعة في الأرض فأكيد الجهاز راح يعطينا كلهم باللون الأحمر على الشاشة أنها غير متصلة وهذا العملية طبعا تفيد المستخدم أنه في حال كان موجود عندي أي وتد أو أي بروب معدني إحنا زارعينه في التربة لكنه غير متصل أو غير موصل بشكل صحيح راح الجهاز يعطيك عليه علامة حمراء أنه هذا الوتد غير متصل بشكل صحيح يعني الجهاز ما راح يقول لك لا يوجد مياء لا راح يقول لك أن هذا الوتد غير متصل عاود إزالته من الأرض وزرعه مرة أخرى أيضا لو كان عندي أي واير مقطوع ممكن الجهاز يقول لك أنه رقم ثلاثة غير متصل ترجع إلى هذا الوتد تحس أن الواير حقه ممكن فيه قطع ممكن يحصل معاك هذا الشيء خلال استخدام طبعا لو كان جميع الأوتاد متصلة بشكل صحيح راح الجهاز يعطي كلهم باللون الأخضر أنهم متصلات بشكل صحيح وتضغط على زر أوكي بعد ذلك start scan تضغط أيضا على زر أوكي الجهاز الحير راح يبدأ بالبحث طبعا مثل ما شوفني يقول لك الأوتاد غير متصلة راح يبدأ الجهاز بالبحث بعد دقيقة طبعا تقريبا راح تطلع لك النتيجة بالنسبة المئوية هنا على الشاشة رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاث رقم اربعة الجهاز راح يعطيك النتائج طبعا لو ما في مياه راح يعطيك لهم مثلا صفر في المية أن هذا المكان كل ما في مياه لو مثلا في مياه قريبة من الوتد رقم اثنين راح يقول لك مثلا راح يعطيك أعلى الاسباء اللي رقم اثنين ورح يعطيك الجهاز هنا نوع المياه المكتشفة اللي هي مياه معدنية أو عذبة أو مالحة ورح يكتب لك تحت كثافة هذه المياه أو قوة دفع المياه بعد ذلك أيضا الجهاز راح يعطيك علامة زرقاء راح تظهر عندك ضمن هذا المربع اللي هي تعلمك أو تقول لك وين تحفر بالضبط مكان نزو الحفار يعني إذا الجهاز أعطاك إشارة أن أقوى نقطة للمياه برقم واحد راح تشوف أيضا الجهاز راح تحطيك نقطة زرقاء قريبة من الوتد رقم واحد بيين لك وين تحفر بالضبط يعني في هذا المكان أو في هذا المكان أو في هذا المكان اللي هو مكان نزول الحفار يعني بعد ظهور النقطة الزرقاء في زاوية معينة هذا هو المكان أو مكان نزول الحفار أو نقطة الصفر طبعا هذا كان شرح مبسط على جهاز أوميغا إن شاء الله تابعوا هذا الفيديو للآخر راح تشوفوا تجربة خارجية على الجهاز حياكم الله مع السلامة السلام عليكم مشاهدين الأعزاء احنا اليوم موجودين في منطقة البريمي في سلطنت عمان طبعا احنا جينا هذا المكان عشان نسوي لكم تجربة على جهاز كشف المياه الجوفية جهاز أوميغا من مصنع جاكس تكنولوجي طبعا الجهاز مثل ما شرحنا لكم من قبل في المعرض إن الجهاز يحتوي على أنظمة تشغيل حديثة بالإضافة لنظام الكشف الطلقائي أيضا الحديث الغير موجود في أجهز كشف المياه الأخرى بالإضافة إلى طبعا بعض التعديلات الجديدة الموجودة في الجهاز بالنسبة لنظام الكشف البروبات اللي هو نظام الكشف الجوفيزيائي طبعا الانحين راح نركب الجهاز مع بعض تركيب الرادارات الهوائية في الجهاز الهوائي رقم واحد الهوائي رقم اثنين طبعا عندي أيضا هوائي الاستقطاب العالي يركب عندي في هذا الشكل طبعا الجهاز الحين جاهز للعمل بالنسبة لنظام الكشف بعيد المدى راح نشتغل أول شيء في نظام الكشف بعيد المدى بعد ما نخلص من هذا النظام راح نبدأ بالعمل بنظام الكشف الجوفيزيائيخ خلينا نبدأ معاكم بالبدأ بنظام الاستشعار عن بعد طبعا شغلنا الجهاز الحين راح نختار عندي عدة انظمة كشف موجودة في الجهاز اول شيء راح اختار نظام الاوتو سيرش طبعا نظام الاوتو سيرش معروف انه هو نظام الكشف السريع وهو بإمكانه ان يكشف لك اي نقطة موجودة للمياه في المنطقة بدون المشيء بدون التحرك نهائيا في الجهاز اول شيء اثبت يدي بهالشكل مثل ما يقلك الجهاز انه ممنوع انك تطلع الجهاز الاعلى او تنزله للاسفل الجهاز لازم يكون مستقيم في هذا الشكل الرادارات الهوائية ثابتة عندي بهالشكل نضغط على زر اوكي الجهاز الحين قاعد يبحث طبعا راح ننتظر على الجهاز عدة ثواني اللي تعبى عندي هذه المربعات الموجودة عندي في هالمكان بعد ذلك راح الجهاز نفسه راح يقلك اذا موجود عندك ماي في المنطقة او لا الجهاز ما اكتشف لي مياه معدنية موجود عندي في هذا المكان مياه معدنية وايضا مياه عذبة بإمكاني ان اختار اختيار المياه المعدنية طبعا نمسك الجهاز بهذا الشكل نضغط على زر الاوكي بعد ما نحددها في هالشكل نبتعد خمسة وعشرين متر راح الجهاز نفسه يحدد اول شيء مثل ما نشوف الصوت اتجاه الهدف الموجود عندي موجود في هذا المسار طبعا الحين راح نبدأ العمل بنظام المنو والسيرش راح نختار نوع المياه اللي احنا نريد نبحث عليها اللي هي فريش ووتر مياه معدنية او نبحث على اوفون مياه عذبة او سلتي ووتر مياه مالحة او مينرال ووتر مياه معدنية طبعا في عندي ايضا اللي هي كل انواع المياه الحين راح اختار كل انواع المياه عندي خيارات المسافة الامامية ممكن اخليها 100 متر لين؟ شرحنا عنها في السابق 2250 متر حين اللي بخليها بس 100 متر عشان الجهاز ما يكتشوف المياه من اماكن ابعد العمق خليلين 160 متر الحين نعطيه ستارت سيرش نبدأ عمل مع الجهاز طبعا مثل ما نشوف ان الجهاز في عندي مؤشر في الشاشة هذا المؤشر وين ما يكون في عندي مكان للمياه راح المؤشر فيها الشاشة يعطيني اشارة باتجاه صوب المياه يعني اذا انا موجود بهذه الجهة والجهاز اكتشف لي مياه راح المؤشر اللي في الامام يتحرك باتجاه المياه بالاضافة انه مثل ما نشوف الحين المؤشر البيان الموجود عندي يتوجه ايضا الى الزاوية اليمينية ان المياه موجودة عندي في هذا الحين لو انا غيرت المسار ومشيت في اتجاه راح نبدأ انشوف الحين ان الجهاز ايضا قاعد توجه باتجاه مكان المياه بهذا الشكل الجهاز الحين قاعد يتوجه يقول لك المياه موجودة على يسارك ويعطيك اشارة في الشاشة على ان المياه موجودة باتجاهك اليسار طبعا من هذائك الاتجاه الجهاز يقول لك روح يمين من هذا اتجاه الجهاز يقول لك روح يسار الحين احنا راح نمشي في الوسط ونشوف الجهاز كيف راح يوديني الى مكان المياه راح نبدأ في المشي يمين يسار راح الجهاز يستقر للامام مجرد أن اقتربنا من مكان وجود المياه راح تشوف الجهاز فورا يعطيك إشارة على اكتشاف المياه في هذا المسار شوف الحين لو حركت الرادار يمين أو يسار راح تتغير الإشارة الحين أنا باتجاه المياه الجهاز يقول لك روح سيدة بهذا الصوب إن هذا المياه بهذا الاتجاه إذا تحركت إلى الزاوية اليمينية راح نشوف إن الجهاز أعطاك مؤشر خاطئ تماما ويقول لك روح إلى اليسار المياه الحين أصبحت على يسارك مو بهذا الصوب الحين إذا رجعنا للوسط إلى مكان المياه راح يرجع الجهاز يعطيني إشارة اكتشاف المياه إن المياه أمامي تماما ونفس الشيء في حال إنه اتحركنا بهذا الاتجاه يبدأ يعطيني إشارة طبعا الرادار أول شيء راح يتحرك باتجاه المياه الرادار اللي في الأمام ثانيا الجهاز نفسه يقول لي إن المياه أصبحت على يمينك في مؤشر الحين ظهر لي يقول لي المياه أيضا موجودة على يمينك راح نعدل اتجاهنا ونمشي باتجاه المياه الصحيح ما زال الجهاز طبعا مثل ما تكلمنا يرشدني إلى الأمام إن المياه باتجاه صحيح أو إن الجهاز باتجاه صحيح الحين إذا أنا مشيت باتجاه معاكس غير هذا الاتجاه راح الجهاز يعطيني إشارة إن المياه أصبحت خلفي تماما والجهاز الآن نفسه يصدر لك إشارة إن المياه أصبحت خلفك الحين إذا أنا عاكست مكان وجود المياه ومشيت مع المياه من هذا الصوب راح نشوف إن الجهاز يعطيني إشارة خصوصا لما نكون موجودين فوق مكان المياه تماما راح الجهاز يصدر إشارة متواصلة إن إحنا الآن تماما فوق مكان المياه تلاحظ إذا تحركنا إلى اليسار بشكل بسيط راح يرجع الجهاز يقول لك إن المياه على يمينك وإذا تحركنا بهذا الصوب أيضا راح الجهاز يرجع تك إشارة يقول لك إن المياه على يسارك وراح الرادار أيضا اللي في الأعلى يتحرك باتجاه مكان المياه هذا بالنسبة لنظام الكشف بعيد المدى الآن راح نشغل معنا في الجهاز نظام الكشف الجوف الزيائي ونزرع الأوتات في الأرض ونشوف كيف الجهاز راح يكشف لي المياه طبعا الآن مثل ما شفنا في الصور قبل شوي قمنا بزرع الأوتاد على أربعة زوايا حول البئر الموجود عندي طبعا هذه النقطة الأولى عندي أيضا النقطة الثانية موجودة في هذا المكان طبعا وضعنا القليل من الماء قبل تنزيل البروب في التربة لأن المياه مقوية للإشارة أيضا هذا البروب الرابع طبعا البروب المقصود فيه اللي هو الوتد المعدني اللي ينزل في التربة لأجي القياس الإشارة الآن نرجع للجهاز رجعنا إلى الجهاز طبعا نبدأ بتشغيل الجهاز والبحث بنظام الجوف الزيائي طبعا عندي خيار البحث الجوف الزيائي ندخل على هذا الخيار في عندي عدة خيارات في الجهاز مثل ما ذكرنا في الفيديو السابق أنه في إمكانية البعث بين أربعة أوتاد بشكل مربع أو أربعة أوتاد بشكل طولي نحن الآن رح نختار أربعة أوتاد على شكل مربع ومستطيل كل أنواع المياه الآن الجهاز طبعا قاعد يقيس لبروبات الأرضية وشوف هل هي متصلة في الأرض بشكل صحيح أو لا طبعا الآن واحد متصل اثنين ثلاث أربعة كلهم متصلين بشكل صحيح بعد ذلك نعطيه أوكي قل لي الخيارات اللي أنا اخترتها أقول له نعم حين الجهاز يبدع في البحث طبعا الجهاز يأخذ تقريبا دقيقة إلى أن يقوم بقياس المنطقة بشكل دقيق طبعا الجهاز انتهى الآن من قياس رقم واحد يقول لنا في موي نسبته 63 في الامية رقم اثنين في تسعة في الامية رقم ثلاث ما في موي رقم اربعة في مياه كثافته 36 في المية طبعا الآن نضغط على أو بدون ما نضغط الحين على أي زر حين الجهاز أعطاني النتيجة مباشرة نقلي نوع المياه الموجودة هي مينيرال ووتر مياه معدنية فعلا هذا المياه صالحة للشرب الموجودة عندي في هذا المكان العمق هذا المياه الموجودة بين 80 إلى 100 متر نسبة كثافة المياه الموجودة عندي هي 75 في المية طبعا هذه 75 في المية احنا طبعا قمنا في السؤال أصحاب المزرعة أخبرونا طبعا أن نسبة كثافة المياه الموجودة عندي في هذا المكان هي بقوة 3 إنش تقريبا فالجهاز الحين أعطاني نسبة 75 في المية وهذا البئر قوة دفعة 3 إنش طبعا ممكن لو كانت المياه كثافته أكثر الجهاز رح يعطيني هنا نسبة أعلى احنا حبينا نوضح لكم هذا المثال عشان يفيدكم في عمليات التنقيب طبعا أقدر أخزن عندي هذه النتيجة تخزنت عندي طبعا نقطة مهمة جدا أيضا الجهاز أيضا يعطيني نقطة زرقاء موجودة عندي في هذا المكان هذا النقطة توضح لك مكان الحفر وين؟ وين المكان اللي أنت تحفر فيه؟ الآن الجهاز يقول لك الحفر تماما هو بجانب الوتد واحد في هذا الشكل في هذا المكان طبعا إذا كان الحفر أو مكان المياه هو في هذا المكان راح الجهاز يعطيني النقطة الزرقاء في هذا المكان أو في هذا المكان في أي مكان موجودة المياه تماما ضمن هذا المربع النقطة الزرقاء راح تكون متحركة طبعا التحرك هذا مو بس على المسارات هذه المرسومة لا حتى داخلها على هذا اللون الأبيض إذا نشوفها يعني هو يعطيك وين تحفر بالضبط بأي جزء داخل هذا المربع طبعا إحنا نرجع ونشوف الوتد واحد أي واحد منهم وين ممدود وهذا نقطة الحفر بجانب الرقم واحد في هذا المكان طبعا حبينا نسوي لكم هذا الفيديو التجريبي لهذا الجهاز إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الشرح وإن شاء الله راح يكون معاكم في فيديوهات أخرى وأهلا وسهلا